حال ضعف المعارضة السياسية الجزائرية وتشتتها لسنوات طويلة دون تحقيقها أهم أهدافها وتطلعاتها في إقصاء الرئيس عبدالعزيزي بوتفليقة عن السلطة في البلاد لكن المعارضة اليوم تبدو أكثر تماسكاً إذ حققت تقدماً نسبياً في المشاورات الأولية التي يقودها رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جابالله في الاتفاق على تقديم مرشح واحد لمواجهة مرشح السلطة بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الثامن عشر من شهرين سنة المقبل وتقود قوى المعارضة مساعٍ لإقناع اثنين من ثلاثة مرشحين محتملين لها بالتنازل عن الترشح لصالح مرشح واحد تلتف حوله قوى المعارضة والكتلة الناخبة الرافضة لترشح بوتفليقة ويتعلق الأمر تحديداً برئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس واللواء السابق في الجيش علي قديري ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق ميجري مصادر صحفية أكدت أن لقاءات تمت مع عدد من المرشحين للرئاسة أظهرت وجود قبول كبير لفكرة توحيد مرشح المعارضة وأوضحت المصادر أن اللقاءات شملت أيضاً عدداً من الشخصيات ورؤساء أحزاب سياسية معارضة كرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي نور الدين بحبوح بالإضافة إلى شخصيات وناشطين مستقلين ستشملهم اللقاءات كرئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وكشفت المصادر أن الخطوة التالية ستكون التوجه إلى عقد لقاءات جماعية بداية الأسبوع المقبل يطرح خلالها النقاش حول المرشح التوافقي الممكن والبرنامج السياسي الذي سيحمله في الانتخابة لكن مجملة هذه المواقف المشجعة لمبادرة توحيد مرشح المعارضة لا تلغي في الواقع السياسي مواقف أكثر واقعية بشأن صعوبة تحقيق هذا الهدف السياسي وذلك لأسباب عدة أولها ضعف الرهان على فوز مرشح المعارضة في الانتخابات في ظل مواجهة الآلة الإدارية والمالية والسياسية لمرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة ثم إن هناك تباينا في الأهداف من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بين الأطراف السياسية المعارضة تضاف إلى ذلك خلافات مركزية بين المرجعيات السياسية لكل مرشح من مرشحي المعارضة سواء في علاقتها بالسلطة وأطرافها أو بمواقفها من قضايا خلافية في الجزائر تتصل بالمجتمع أو بحسابات كل طرف لمرحلة ومسارات ما بعد 2019 وما بعد مرحلة بوتفليقة